تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أفاد مراسل أخبار الآن أن الطائرات الروسية تنشنت منذ فجر اليوم ضربات مكثفة توزعت على مناطق عدة خلفت ثلاث مجازر بحق الأهالي في ريف إدلب راح ضحيتها 15 مدنيا بينهم أفراد من الفرق الطبية فضلا عن توقف كل من مشفى الجامعة بالدير الشرقي ومنظومة شام الإسعافية قرب معرزيتا جنوب إدلب عن الخدمة وفاد مراسلنا بأن القوات الروسية نفذ ضربات الراحة ضحيتها سبعة أشخاص في بلدة مرشورين ومعرزيتا في ريف إدلب قال مصدر في المعارضة السورية المسلحة إن إسرائيل قصفت يوم الخميس مستودعا للأسلحة قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تدعمها إيران وتحصل على الدعم من خلال جسر جوي بين العاصمة السورية وطهران وضف أن مراقبين تابعين له يعملون في الضواحي الريفية الشرقية للعاصمة حيث تتمركز المعارضة المسلحة رصد خمس ضربات على الأقل أصابت مجمع المطار فجرا تمكنت القوات العراقية المشتركة من قطع الطريق الرئيسي الرابط بين قضاء الحضر وراوة وضفت القوات أن عدد النازحين من قضاء الحضر الذين وصلوا إلى قطاعات القوات العراقية المشتركة بلغ 300 نازح